اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ان مملكة البحرين انفتحت مبكرا على الوسائل والاليات المتطورة وسخرت ابتكارات النظم الرقمية من اجل تسريع خطة تقدم بما يعزز النهضة التنموية الشاملة واشارت معاليها الى ان جائحة كورونا وما تركته من اثار واسعة اثبتت اهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتطور التقني وتوظيفه لاستمرار العمل في كافة القطاعات وتسهيل ممارسات الحياة الاجتماعية منوهة معاليها لما سجلته مملكة البحرين من خطوات سباقة مكنها من تحويل التحديات الى فرص بالاستناد على الكفاءات الوطنية التي شكلت فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدتها معالي رئيسة مجلس النواب مع لجنة الاستخبارات بمنجلس النواب الامريكي ذلك ضمن زيارة رسمية لوفد مجلس النواب للعاصمة الامريكية واشنطن خلال الفترة من الثاني عشر الى سابع عشر من يونيو الجاري واكدت معاليها حرص مجلس النواب على تبادل الخبرات والتجارب مع الكونغرس الامريكي والتأسيس لمسار تواصل دائم في كافة المجالات واكيدة ان مجلس النواب يعيش تحولات واسعة في الانتقال الى البرلمان الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في كافة مجالات العمل البرلمانية سواء على المستوى الاداري او على مستوى دائرة التشريع هذا وبحث الطرفان الجهود المرتبطة بمواجهة ظاهرة الارهاب والتطرف والعنف باعتبارها اولوية عالمية وما تستدعيه من ضرورة تعميق الجهود والامكانيات وتوظيف الاليات والتقنيات الحديثة لكبح الممارسات الارهابية التي باتت تخلف اثارا جسيمة على واقع الانسانية ومستقبلها ترجمة نانسي قنقر